مشاهدين الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي طابت أوقاتكم بكل خير وأسعد الله ليلتكم يتجدد الحوار مرة أخرى اليوم الجمعة نهاية شهر أكتوبر الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية يتجدد اللقاء في حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان ونهنئكم أيضا بالمولد النبوي الشريف هذا الشهر الكريم شهر الربيع الأول هو شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرة يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرة صلاة ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام زي ما عودناكم بنبدأ في خبرين خفاف لكم كده سريعا وبعد كده بنأتي إلى التنويه حلقتنا النهاردة معنا مفاجأة لكم بمنافسة المولد النبوي الشريف النهاردة أول خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومولد رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاءت انتصارا للحرية حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات لم تأتي مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب أو التدمير كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين وأن تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المحكمة التي خلق الله الكون في إطارها وأكد الرئيس السيسي أنه قد يعتبر قيدا على الحريات إنما يصن بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين وإن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل إنه محرم ومجرم ولا يتعدى كونه أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومآرب شخصية كمان في الاحتفال بالمرد النبوي الشريف كان كلمة جميلة جدا ومؤثرة كعادته شيخ الأزهر أكد شيخ الأزهر أن الرسوم المسيئة لنبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسئولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام وعداء صريح لهذا الدين الحنيف وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم وزي ما كنا شايفين الإساءة بتاعت الرئيس الفرنسي اللي طلع وبدأت المقطعة في الأيام الماضية إلا أنت يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرة أيضا معنا بقى من كم الأخبارنا محافظ القاهرة وقانون التصالح زي ما رئيس مجلس الوزراء أكد أول أمس أنه هو كمان مده فترة التصالح على المباني حتى آخر شهر نوفمبر يعني تمدت لتاني مرة ومحافظ القاهرة بيؤكد تخفيض قيمة سعر المتري في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة في الأحياء المتوسطة الدخل لمراعاة البعد الاجتماعي تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح وزي ما ذكرنا تمديد التصالح اللي عاوز يروح إلى آخر شهر نوفمبر من أخبارنا أيضا تلاحم الوحدة الوطنية في مصر يونس أديب قمس الغردقة يوزع حلوى المولد النبوي الشريف على عمال النظافة بالمدينة وتحية للقمس منه في المولد النبوي بهذه المناسبة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهني عمال النظافة في مدينة الغردقة ويهديهم حلوى المولد آخر أخبارنا النهاردة اتحاد المهنة الطبية في مفاجأة يقرر قصر صرف إعانة كورونا على حالات الوفاة فقط وليس الإصابات كان معهود في الشهور اللي فاتت وذلك من أول نوفمبر لكن اللي هم كان إصابات لحد آخر شهر أكتوبر مستمر الصرف وده بعد ما صرف 119.5 مليون جنيه لمصابي كورونا للنقابات الأربع واللي تصدرتها نقابة الأطباء البشريين حفظ الله مصر وحفظ الله كل الأطباء وحفظ الله كل الشعب المصري من هذا الوباء كورونا وحفظكم الله جميعا مشاهدين الكرام نوينا عن حلقتنا معنا ضيوف النهاردة يعني حاجة مفاجأة ومعنا كمان العالميين في القراءة العالمية في تلاوة القرآن الكريم انتظرونا الفاصل الصغير ده ونرجع مع ضيوفنا لحلقتنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم